يستمر التفاعل الأحداث على المسار السياسي للأزمة اليمنية على نحو المربك إشارات متنوعة لا تكاد تشير إلى شيء سوى استمرار الجمود القائم الذي يبدو أنه سيطول أكثر مما مضى لا تبدو هذه النظرة التشاؤمية بلا سبب فكل التحركات السياسية لا تزال تدور حول ذات النقطة التي توقف عندها المسار السياسي منذ لحظة انطلاقه وهي كيف يجب أن يأتي الحل المرتقب وحتى الآن بقي السؤال معلقا بلا إجابة وبقيت الهوة الفاصلة بين الرؤى كما هي ولم تفلح كل المحاولات في جسرها أو التقريب بينها فمنذ انتهاء جولة محادثات الكويت دون التوصل إلى نتيجة والحديث عن العودة إلى المسار السياسي يكتنفه الغموض والإرباك وحتى الآن ورغم الحديث الكثير عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والميليشيا إلا أن تلك العودة لا تزال تقابل برفض الميليشيا لكل المقترحات المقدمة وبإصرار حكومي على عدم العودة إلى طاولة لن ينتج عنها شيء كما حدث في الجولات السابقة مؤخرا جاءت محاولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتحقيق اختراق على جدار الاستعصاء الذي باتت تسير عليه الأزمة اليمنية إلا أن الواضح أن مصيرها لن يختلف عن الكثير من المقترحات السابقة مع ترحيب الحكومة الحذر ورفض الميليشيا الضمني لها في هذه اللحظة تبدو مسارات الأزمة اليمنية وقد تداخلت مع التفاعلات الإقليمية والدولية على نحو أكثر وضوحا والعقدة الأبرز على هذا الصعيد هي إيران تصريحة وزير الخارجية الأمريكي التي تشجب استمرار دعم إيران للميليشيا في صنعاء والمعززة بتصريحات السفير الأمريكي أيضا حول الدور الإيراني غير المساعد في اليمن وتعمدها تعمل ميليشيا بالصواريخ على حدود المملكة العربية السعودية يقابلها حديث المستشار الخاص للرئيس الإيراني عن ضرورة تقبل الإقليم والعالم بالوضع القائم في اليمن تبدو وكأنها تأكيد لدخول الملف اليمني خانة الملفات المعلقة بانتظار تسوية إقليمية شاملة وهو ما يبرر كل هذا الجمود القائم على ما يبدو